السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن سنبدأ اليوم درس جديد في مادة الرياضيات للمستوى الرابع ابتدائي التناسبية سنتطرق في هذا الدرس إلى ملء جدول أعداد متناسبة تمثيل وضعية أعداد متناسبة بوسطة رسم مبياني ثم التعرف على عناصر السرعة المتوسطة نبدأ بسؤال الأول يباع البيض في سوق تجاري في علب بكل واحدة 12 بيضة إذن لدينا في كل علبة 12 بيضة إذن في علبتين لدينا 24 بيضة إذن كيف نمر من 2 إلى 24؟ أحسنتم سنضرب في 12 الآن من أعداد السطر الثاني من 24 إلى أعداد السطر الأول 2 سنقسم على 12 إذن سنكمل ملء الجدول باستعمال هذا العدد 12 أما أن نضرب في 12 أو أن نقسم على 12 إذن نبدأ بالخانة الثانية لدينا في 3 علب كم من بيضة؟ بيضة إذن سأضرب في 12 إذن 3 في 12 يساوي 36 بيضة الآن لدينا عدد في السطر الثاني 60 أي عدد البيض 60 بيضة إذن كم هو عدد العلب؟ إذن قلنا المرور من أعداد السطر الثاني سنقسم على 12 إذن 60 أقسمه على 12 تساوي 5 إذن ثم نمر إلى الخانة الثالثة لدينا عدد العلب 6 إذن سنمر من السطر الأول إلى السطر الثاني إذن سأضرب في 12 6 في 12 يساوي 72 بيضة إذن كما رأينا في الجدول تسمح الكتابة في 12 بالمرور من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني وتسمى معامل التناسب هنا لدينا معامل التناسب 12 كذلك تسمح الكتابة القسمة على 12 بالمرور من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول وتسمى أيضا معامل التناسب 12 إذن أستجد أن أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني لذلك فالجدول هو جدول أعداد متناسبة نمر الآن إلى الرسم المبياني بالحطوط إذن لدينا كما هو في الجدول في كل خمس علب ستون بيضة إذن سأضع نقطة ثم في كل ست علب اثنان وسبعون بيضة أيضا سنضع نقطة ونكمل بسطر مستقيم إذن هذا الرسم المبياني وجدناه على شكل خط مستقيم ونقول هذا هو الرسم المبياني الخاص بجدول التناسب الذي رأيناه نمر الآن إلى التعرف على السرعة المتوسطة السرعة المتوسطة ونقيصها بالكيلومتر في الساعة يساوي المسافة دي بالكيلومتر على المدة الزمانية تي بالساعة ونرمز إليها ذي إيجال دي سيور تي أي السرعة المتوسطة يساوي المسافة على المدة الزمانية إذن أتمرن تقطع سيارة مسافة 240 كيلومتر في كل ساعتين ليس في الساعة في كل ساعتين ما هي السرعة المتوسطة لهذه السيارة؟ إذن أولا يجب علينا أن نكتب القاعدة قلنا سابقاً V إيجال دي سيور تي السرعة المتوسطة يساوي المسافة على المدة الزمانية إذن المسافة هنا لدينا 240 والمدة الزمانية 2 إذن V يساوي 240 على 2 يساوي 120 ماذا كيلومتر في الساعة دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء في درس جديد مع الأستاذة زينة غربي ترجمة نانسي قنقر